موسيقى 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 كل مناسبة كنت صمم له دراجة خاصة بهذه المناسبة صممت دراجة جد متطورة عن ما كنت صممته قبل واحدة لي وحدة الأخ محمد سعد وطبيعات كنت نهديهم له مجانا موسيقى خممت لماذا لا أشرك صديقة من دولة احتياجات الخاصة معي وتكون هناك رسالة ثالثة وهي أن الأشخاص من دولة احتياجات الخاصة يمكن كذلك أن نصنع منهم أبطال من اللي طرحت هذه الفكرة الكل كان يعتبرون مجنونة يبغي نعمل وحدة الرحلة طلصين كيفاش عادي نعمل دراجة مصنمة يعني يدوية يقولون لي سيارة تحمق صراحة كانوا كيستثوبية هكذا يعني فوج هكذا كان قولوا وانتح ما في بشي بشي الحاج المدير دي القافلة قال لي إذا استطعت أن تصل إلى تركيا فإنك سوف تكون قد أنجزت يعني إنجاز غير مصبوك قلت له لا تخاف سنصل إلى الصين وفعلا الحمد لله وصلنا إلى الصين أستقبلنا في برج الحاجوي فقط الأصدقاء مع الغياب التام لأي جهة مسؤولة بالروح بالجسد هل بفتاة لا بفتاة في ثمي وفي دنيا وقمار طرى نرم ونار إخوتي هيا حمامي دي لا تحيا ننشد الدنيا أنهنا نحيا بإنشعاف الله الوطن المديك يوهو ياسم يوسف الهواس من مواليد مدينة الطانجة في مرشان بالضبط سنة 1468 السن الحالي يعني بلما تعملوا الحساب ثلاثة وخمسين سنة بعد إتمامي الدراسة التانوية اتجهت إلى فرنسا حيث ونيلت شهده في أحد المعهيد التكنولوجية المتخصصة في الهندسة الميكانيكية هذا كانت في سنة 1887 في تسعين مباشرة بعد حصولي على الديبلوم رجعت إلى أرض الوطن اشتقلت في عدة ميادين يعني في بعض الحالات كانت عند علاقة بالتخصص يعني في بعض الحالات كانت يعني فقط من أجل اكتساب الرزق يعني الترفض الخبز كيف كان قوله بالدارجة دائما كانت عندي ابتكارات في ميادين عدة يعني في ميدان الهندسة الميكانيكية في حوالي سنة 2000 تارنتي باديلي وعطنا التصفحي لصفحات الأنترنت وحن نوع من الدراجات ثلاثية العجلات وبما أنني دراج سابق يعني كنت أزاول هذه رياضة الدراجات العادية قررت أني نصمم وحد نوع من الدراجات خاص يعني ثلاث العجلات عنده خاصيات مختلفة على ما هو موجود عالمياً يعني وبشكل مغير يعني ما يكون شي كوبي ما يكونش تقريده إنما ما يكون ابتكار خاص وفعلاً في سنة 2013 كانت أول ابتكاراتي في هذا الميدان يعني بعد أبحاث وبعد تجارب عدة استطعت أنني نوصل إلى واحد النوع يعني برهن عن كفاءته في هذه المدة كذلك يعني حوالي ما بين 2013-2016 طلب مني أحد الأصدقاء وهو محمد النقرة ومقيم في برجيقا كذلك الأخ حافظ محاوة وهم من دول الاحتياجات الخاصة وهم أبطال دوليين يعني في ميدان رياضة كرة السلة على الكراسي المتحك طلبوا مني أن أصمم دراجة لدول الاحتياجات الخاصة للأخ محمد سعيد الجباري فكانت هذه أول مقاربة لهذا النوع من الدراجات دراجة لدول الاحتياجات الخاصة وكذلك صممت نوع الأول يعني التجربة الأولى التجربة حتى في الأخير استطعت أن أصل إلى التصميم النهائي الذي كان دا كفاءة قبل أن أصل إلى هذا الشكل النهائي كانت هناك عدة تصاميم يعني عدة تطبيقات هذه مخدامها كتعود تتبدل يعني هذا الشيء جد مكلف والنسل كتتخدم في الهندسة الميكانية كتعرف أن مثلا بيروديتود والديبلوبمون يعني كيكون التكاليف غالية وفي بعض الأحيان يصعبوا حصرها يعني التمويل ذاتي يعني كانت هواية كانت شغف يعني إثبات للدات ورضا النفس يعني هذا هو الهدف ديالي وكنت يعني كانت تجارب كمنا كنت كان عملا بمالي الخاص مهم يعني الحمد لله استطعت يعني في تلك الفترة أن نجد جد درجات واحدة عادية شخص عادي بين قوصة لأنها كاملين بنار عندنا شيء إعاقات تحد مكامل كامل له ودراجة أخرى لشخص من دول احتياجات الخاصة سنة 2016 عبدال مصار ديالي في الرحلات الطويلة كانت واحدة جمعية في مدينة الخميسات كانت تنضم بعد واحدة الجوالات في المغرب واحدة الجوالات كانت قافلة الموطنة بالدراجة الهوائية وهي فعلا كانت قافلة للموطنة لأن فكرتها كانت جد رائعة يعني تجمع دراجين من مختلف مدن المغرب أزرو يعني من مغرب كامل وكان قموا برحلة جماعية يعني لمدة عشرية واثنشرية وكان قطعوا فيها بعض مرة ألف كيلومتر وعض مرة ألفين لحسب المسار ولحسب الإمكانيات المسافة كانت حوالي ألف ومائتين وستين كيلومتر يعني بدراجات عادية إخوان كانوا من مدينة أزرو من مدينة قنيترا ضربات ضربية يعني من كل المدن المغربية سوف نجتمع في مدينة قولميم وسننتيم مراجعين اقترحت للأخ راشد ليسيني الله رحمه أنني نشارك يعني بدراجة مصنعة ذاتيا فرفض في المرة الأولى بعد إلحاح يعني أعطيته أنني كل الضمانات أنا من أتحمل بجميع المصاريف يعني ألقى عليك عجب الطريق وذلك شيء قبل أنني نشارك أنا أثناء الاستعدادات عاوتك تحت علي وحد فكرة أخرى يعني هذي تدخل في ذاك الأيطار دي المغربة نحن كيقول لكم منك تعتيله شبير كي ديميدرو يعني هذي تدخل الآخرى يعتني الله رحمه من لي شب توفق تحت علي فكرة أخرى جنونية و إنها قلت له لماذا لا نعطي بعدا اجتماعيا لهذه التدورة عبر إشراك صديق من ذوي الاحتياجات الخاصة يعني في هذه الرحلة مرة الأولى يعني شفاء مسألة عبارة كبيرة كيف هالشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة هذي سير ضراجين يعني عاديا يعني عندهم قدرات بادنية وأغلبهم أبطال أبطال ومتمرسين أما شرحت لنا وجهة نظاري أن مثلاً تكون واحد البادير أن نكبره بالنسبة للإحتياجات الخاصة ونجعله منهم أبطان لفضل المساندة ديالنا وما هو أقل ما يمكن شيء سير معنا قلت لنا ما شيء مشكل ولو يعمل معنا غار خارجة مثلاً المسافة قد تكون فيها 130 كيلومتر أو 160 كيلومتر كان يعمل غار 10 كيلومتر في الخروج و10 كيلومتر في الدخول لن يبان وهذا ما كان انطلقنا إلى مدينة قولميم كانت فتح من 2016 كانت انطلاقة هنا صراحة وقع واحد الحادث جيد جميل ما بغاش تنسليم وأننا بعد انطلاقة من مدينة قولميم الأخ محمد سعيد وهذا شيء عادي لدوي الاحتياجات الخاصة يعني بعد كيلومترات عديدة أحس بالتعب وجبارات وأنهم لا يستطيع أن يكمل فكما كنت اتفقت مع المنظمين يعني كنا عادي نعملوا الدراجة دياله في السيارة وكان يكمل معنا السيارة وهنا يعني واحد كانت ملحمة لأن هذه الرحلة هذه يعني أنا كان نصنفها كانت ملحمة الإخوة المشاركين الآخرين في جميع مختلف يعني موضو المغرب قال ليك ما يمكن شيء معا سمحوشي فهه يعني هنا واحد نبل الأخلاق ليالهم قال ليك عادي نمشي وعن تعاونوا معا عادي ندفعوه وفعلا مشات الرحلة تقريبا بمحطاتها تسع كامنا مشاتك يدفعوه إلا في ثلاث مراحل كانت فحل مرحلة بين مدينة أقادير ومدينة صيارة واللي يعرف ذلك المنطقة يعرف أنها منطقة جبلية وفيها تقريبا 170 كيلومتر كانت صعيبة وبعد المناطق آخرين كانت شتاء وكانت رح يعني هذلك المناطق ما كانوا عملهم في السيارة وإما أتمامنا هذا الإنجاز والحمد لله وصلنا لمدينة الخميسات يعني كما ينبغي كان استقبال كان إنجاز الأول في سنة 2017 كانت نسخة الموالية لهذه القافلة المواطنة وهذه المرة كانت أكبر من هذه كانت سوف تنطلق من مدينة العيون نحو مدينة الريباط لمسافة تزيد عن 1600 كيلومتر ويعني كان لابد أننا نشاركوا تهيئ بهذه الطريقة يعني الطريقة وصممتنا لهذه المناسبة يعني كل مناسبة كنت صمم لها دراجة خاصة لهذه المناسبة يعني صممت دراجة جد متطورة عما كنت صممتها قبل واحدة لي واحدة الأخ محمد سعيد وطبيعات كنت كان هديهم له يعني مجانا الصديق ديالي كان نعطي له ما كان وهذه التدهورة عبتك عرفتك واحد شيء مميز هو أنني استدعيت لها يعني بعض الأصدقاء من مملكة العربية السعودية وصديق من مصر الشقيقة ودراج من فرنسا وشاركوا معنا في بعض المراحل في هذه الرحلة يعني وكان عنده واحد إشعاع وطني وإشعاع دولي واستطعنا أننا نعملوا الرحلة ولو أن الإخوان أنا لا أواخذهم الإخوان اللي شاركوا في هذه الرحلة لأنه ما استطعوش أنهم مثلا يدفعوا الأخ محمد سعيد جباري لأن المحطات كانت جيد شاقة ومتقدية للصحرة كتعرف الرياح أغلب هذه المحطات يعني الأخ محمد سعيد جباري عندهم ركب لأن يعني قضية بينها صعيبة صعيبة كان لا يجب أن نطلبهم من الدراجين يعني ما لا يتحملون وخصا أنهم أتولي الاستمتاع ونعم عملنا هذا الإنجاز خلال هذا الإنجاز يعني والإنجاز الذي قبله كنت أنشر هذا الشي على الصفحات التواصل الاجتماعي هذا الصفحات التواصل الاجتماعي يعني ما كنت أنشره أثار انتباه واحد الجمعية الفرنسية الجمعية ديسانتريب وهذه الجمعية كانت يعني تنظم لحاقات دولية تحديات هي تحديات دولية في الدراجات التي تعمل بالطاقة الشمسية والطاقة البدنية وكأنها تحاول أن تجاوز يعني بين فكرتين المحافظة على الطاقة واستعمال الطاقة النظيفة باستعمال الطاقة الشمسية وكذلك استعمال يعني الرياضة في المحافظة على الجسم وما إلى ذلك فعلا بعد يعني قصر حوالية المشاركة لأنه ما كان كخصوم واحد المشارك لأنه كان عنده مشارك من القارات الخامس إلا أستراليا وكان كخصوم مش مشارك من مدينة إفريقيا من قارات إفريقيا يعني كان كخصوم واحد المشارك من إفريقيا قصر حوالية المشاركة طبيعا الحال أنا بدون ما أخمم تدورك حالي ما كان شخصين في فرصة وخصون أنهم كانوا عن علاقة نعاب قدراتي في تصميم يعني دراجة ولو أنها ما عتملش الرحلة كاملة وإنما ممكن أن تشارك ويكون هناك مشارك من إفريقيا وكذلك قبلت الفكرة وإنما يعني أنا دو طبع جنوني وطبع مؤتحدي كذلك داتك تنضج فرصي بفكرة أنني نعمل واحد إنجاز يعني عمره ما تسبق تعمل أولا يعني زيادة على الرسالة تقنية يعني أن دراجة سوف تصنع في المغرب يعني بتقنيات مغربية يعني وهالدراجة يعني ربما البعض عنده يعني بعد الملاحظات عليها هالدراجة صممات وفق وفق دفتر تحملات خاص يعني كين بعد الحاجات مخصني نعمل مكتب محكم عليها تعمل مكتب أو نخصت تكون خفيفة الألواح الطاقة الشمسية يخصني ما نتعداش المساحة مكتب محصور البطارية تخصون عندي صغار يعني البطارية يكون صغار بش مي يعني كان واحد هو اللي يجعل النمات الدراجة يكون عنده هالشكل هذا تكلفة دراجة نقول تكلفة الدراجة نعطيكم نسخة نبدأ عن الدراجة مثلا هذا الدراجة عنده أربعة دي الألواح الشمسية هذا الألواح الشمسية هذه تكلفة 10 ريالة تقريبا 5000 درهم الوحدة هذو بطاريتين خاصة هذو بطاريات عندهم تقريبا نفس القوة دي الالسيارة وإنما الوزن دي لهم لا يتعدج 1.5 كيلو التكلفة دي 9000 درهم الوحدة هذا محرك كهربائي 8 دي حوالي 7000 درهم هذا بعد القطاع الإلكتروني هذا أنا ضفت لها بعض الإضافات بالسرعة والطاقة الشمسية عبرها تمر إلى البطاريات وذكشي هذو التكلفة حوالي 2500 درهم الوحدة عندي لشارجور رهما هذو أنا عمل الغار ثلاثة لأنا وحد تخصر لي هذو التكلفة 3500 درهم الوحد الطاقة الشمسية هي تساعد هذه الدراجة في تخطي العقبات مثلا اللي كنكون نمشي في الواطية كيف نقول الطريقة المبسيطة يعني ستطلب من تلك القطع الإلكترونية مثلا أن تمدني بطاقة بسيطة السرعة القصوى هذه تصل 50 كم ربما قبل أن أصل إلى هذا التصميم كانت هناك عدة تصميم قبلها يعني عدال وسياب وهرس وهذا شيء يعني جارب به العمل يعني قد تطلب مني المدير ذي الرحلة أنني نشارك ما فعلا قبلت خممت لماذا لا أشارك صديقة من دول احتياجات الخاصة معي وتكون هناك رسالة ثالثة وهي أن الأشخاص من دول احتياجات الخاصة يمكن كذلك أن نصنع منهم أبطال وأن نعطي لهم فرصة لكي يتبتوا ذاتهم ونفسهم يعني بتشجيعنا ومسادنتنا وفعلا يعني بعد جهد كبير استطعت أن أقنع منظمين الفرنسيين بمشاركة الأخ محمد سعيد جاري ومشاركته كانت يعني بعد أن أخذت الضمانات أنا اللي متكلف يعني هما مشي شغلهم فيه يعني وقعت شي حاجة يعني لا علاقات أنا أنا أتحمل كامل تبعيات القانونية المالية يعني صاف بديت خمم خلصا أنني مليطرحت هذه الفكرة الكل كان يعتبروني مجنون يعني فعلة مغامرة أنا كنت من ناحية التقنية كنشوف أنها ممكن تتعمل يعني خلصا إذا توفرت الموارد المادية في أزل التصميم يعني كنت ممكن كنت طائق من تصميم وطب يعني الحال عاوزك إحنا في إطار القانعات الدينية كان كان يقول إن قضاء وقدر وإذا كان يكتب علينا أن موت في تركيا رأى أن موت في تركيا يعني من يعمل واحد ويأخذ الاختياطات ويأخذ كل شيء ويبقى القضاء وقدر الله هذا ما عندنا من عمله فعلا يعني المشاركة دي الأخ محمد سعي جباري كانت تعطي واحدة نوعية يعني جميلة هذه الرحلة وفي نفس الوقت كانت تحدي وكانت عائق لأن خاصا أن بعد ما بدت نطلب الدعم يعني بعد الهيئات الحكومية وبعد الهيئات الخاصة يعني كان تقدم لهم ما يريد نعمل هذه الرحلة تلصين كيف نعمل دراجة مصنمة يعني يدويان نعمل يدي معي شخص معاق يقولون يسير حالك نحمق يعني ربما احتلتم مع المشاهدين هتقولوا هاتش هذا ما يمكن شي يتحقق ويم مع إصراري ومع يعني تحتوني بعد الوعود للتمويل بعد هذا الوعود يعني وقع فيها بعض الإخلال وذلك شي وما يعني ما تنفذت شي وهذا ما اضطرني أن أرجعي للتمويل الخاص يعني بديت في المشروع التمويل الخاص بعد أن يعني يعني بعد للك رسلت واحد العدد الرسائل المختلف في الوزارات يعني دات صلة بهذه الرحلة الوزارة الوحيدة يعني مشكورة اللي ردت على الريس الديناية ووزارة الطاقة والمعادين كانت أحالة الميل في دينا للمازين الوكالة المغربية للطاقة الشمسية وإغزين المعهد المكالي لأبحاث للطاقة الشمسية يعني كانشكرهم من هذا الميبار أنهم يعني مدوني بوحد المبلغ الصراحة مكانش كافي يعني كان مقارنة مع التحدي وإنما الصراحة ساعدني يعني التجأت للتمويل الخاص ديالي وتمويل بعض الأصدقاء يعني سلبت بعض الأصدقاء واحد الصادق من المملكة العربية السعودية هو كان عاوني واحد المبلغ يعني محترم يعني كان وجاله الشكر من هذا الميبار يعني الصراحة يعني كان تصرف نبيل من جهته يعني من هذا الميبار هذا نقدم الشكر لأخ محمد العربي المزدود لصديق الطفولة والأخ رشيد الساري يعني الصراحة كان دعم غير مشروط وثيروني في الحمق ديالي يعني يعني كان دعم معنوي وحتى دعم مادي يعني كانش قدم له الشكر من هذا الميبار منظم من ديال الرحلة وما كانوا كنشوفوا تحدي هذا يعني تحدي خارق يعني كيف سأقوم بهذه الرحلة مستحبا معي شخص من ديال الحتياج الخاصة يعني ألبي جميع الحاجيات أتغلب مثلا على المشاكل المادية في نفس الوقت أتغلب على المشاكل المتعلقة بإعقاته من يعني المجهود البدني مضاعف أنا كنت لا أريد يعني أنني نتبع الطريق الأسهل هو مثلا ركبه الطيارة ونكمل لنا بوحدي مرتاح أقولك أقول أن التحدي بدأ بجميع الصعوبة ديالوغ سيكمل كنت أريد أن أطبقها يعني أتحمل أعباء الأخ محمد سعيد جباري انطلقنا من طانجة بجوج خصنا نوصل للصين بجوج لا يمكن أنني مثلا نحط في محطة مثلا يعني يعمل معي غارو المرحلة ضرور يخصني نوصل به يعني متحديا جميع الصعاب الانطلاق الفعلية للرحلة كانت في 15 2018 من مدينة اليوم يونيو انطلقنا من مدينة طانجة حتى الميناء المتوسط بالدراجة ومن الميناء المتوسط أخذنا الباخرة حتى المدينة سيد في مدينة سيد كان هناك صديق فرنسي استقبلنا ومن مدينة سيد قمنا برحلة استغرقة ثلاثة أيام حتى وصلنا إلى مدينة ليون بالدراجة حوالي 550 كيلومتر وصلنا إلى مدينة ليون في 13 13 يومين كانت من أجل التعارف مع باقي المشاركين ومن أجل المراقبة التقنية لأن كانت هناك مراقبة تقنية للدراجة إذا لم تكن ضمن المواصفات ستلغى مشاركتنا الحمد لله توفرت فيها جميع الشروط التقنية والأمنية واجتجت الكنترول التكنيك كيف نقول بنجاح أهلت لكي أكون في الانطلاقة 18 كانت الانطلاقة الفعلية للرحلة والرحلة ربما لم أشر لها من قبل كانت في مصار حر وبدون مساعدة يعني مصار حر كل متصابق يعني يعدل طريق ريالون يعني يخط طريقه يخط طريق الذي تعجبه وفق يعني وفق المدة التي قرر أن يسير بها وحسب التأشيرات التي حصل عليها وبدون مساعدة يعني يمنع علينا أن تكون هناك سيارة تصحابنا أو يعني يخطنا نمشي بوحدنا أنا كنت خطرت المصار الجنوبي لأننا عنده علاقة بحصول على التأشيرات يعني كنت انطلقت من شاموني مبعد دوت لسويسرا إيطاليا سلوينيا كرواتيا سيربيا بلغاريا مبعد تركيا تركيا ضربنا على العرض 1700 كيلو فيط من مدينة إيدرن إلى مدينة هوبا الحدودية مع جورجيا بعد جورجيا أزريبيجان بعد قطعنا بحر قذوين فكذاخستان بوحدنا عملنا فيها 5000 كيلو متر من اللي وصلنا لحدود الصينية الكذاخستانية كان وقعنا وحد مشكل بتأشيرة عطلنا شي شوية ودخلنا المنطقة الإيغور يعني المنطقة ترك مانستان فيها بعض الصراعات مع الإخوان الإيغور مع السلطات الصينية منعنا من التجول في هذه المنطقة فأخذت الدراجة في شاحنة حتى مدينة شيون وصلنا إلى الحدود الكذاخستانية مع الصين في هذه المنطقة ديالتورون كمانستان حيث الأقلية الإيغور كانت هناك مشاكل يعني الكل يعرف أن هناك مشاكل وحروب في هذه المنطقة منعنا من التنقل في هذه المنطقة فأخذنا نصحنا أننا ناخد الدراجة حتى المدينة تشيون في وسط الصين حوالي مشينا بالشحينة والقطار يعني الدراجة أرسلناها في الشحينة وإحنا مشينا بالقطار تبعنا مسافة ألفين كيلومتر يعني من مدينة تشيون كملنا الرحلة حتى كانتون يعني الوجهة النهائية المسافة الإجمالية اللي قطعت يعني بهذه الدراجة يعني تفوت 13 ألف كيلومتر في مدة 97 يوم كان من الممكن أن تكون هذه المدة أقل يعني لا تتعدى 70 75 يوم لو لا المشكلة يعني المشاكل عندها العلاقات بالتأشير لدينا يعني لأن الرحلات نحن طولناها بزاف خصوصا مثلا بحر قزوين بقنا كنستن وستيام على ود واحد الباخير البحر هاج ودك كزاخستان حدود الكزاخستين سينيات قدتنا التأشيرة بقنا كنستن وتقريبا أسبوع آخر يعني مشتها 14 يوم غير قلسين والحمد الله يعني بفضل منه ومنتين منه وصلنا أرضات الواليدين كانت معنا حضرة دائما وصلنا إلى يعني الوجهة النهائية يعني كان تحدي صراحنا لحد الآن بعد المرات يعني أشك في هذا الإنجاز لو لا وجود الصور والتشجيلات التي تثبت أن فعلا هذا الإنجاز يعني أنجز بالروح بالجسد هذا الفتاة لبنزا في ثمي وفي دنيا وقمار طرى نور ونار إخوتي هيا عمام دير لا تعي ننشد الدنيا أن هنا نحيا بيشعر الله الوطن المليك يهو يا إحساس أولا أنا كنت يعني من اللي وصلت كنت في حالة من الإعياء لا أشعر بما يحيط بي يعني مليعة تتكم هذه الرحلة كاملة حتى من ناحية البدنية ومن الناحية الدهنية حتى التصريحة الصحفية في تلك الفترة ومشي غردك الفترة ربما شهور بعد ذلك يعني كنت أتكن كلعت يعني الضماغ بقي مرتحش يعني صراحة كان شعور رائع لأن أول مرة يعني وأطلب ممن يقول يعني عكس ذلك أن يثبت أول مرة في التاريخ يعني شخص يصحب معه شخص من الاحتياجات الخاصة ويعطيه هذه الفرصة لكي يثبت نعم بدراجة مصنعة هناك العديد من الدراجين ومن الرحالة المغاربة التي صراحة أحيوا من هذا المغار يقومون بجوالات عبر العالم منها ما تستمر أربع سنوات خمسة سنوات ولكن التحدي الذي قمنا به كان تحدي فريد من نوعه محصور بالوقت لأن الوقت كنا مطلوقين في الوقت يعني الوقت بس كنت تفوت مئة الطاقة البدنية والطاقة الشمسية ممنوع أننا نشارجوا لباتل في السكتور يعني في الضيور وذلك شي فقط يعني كانت هناك بعض الإكرهات الحمد لله جعلت أن هذا الشي ممكن يتعمل فلوريون بيون يعني المدير دي القافلة لما وصلت إلى مدينة ليون يوم الانطلاقة قال لي يعني حاول أن تصل يعني على أبعاد تقدير إذا استطعت أن تصل إلى تركيا فإنك سوف تكون قد أنجزت يعني إنجاز غير مسبوق فتكلمت يعني بالواتق من نفسي قلت لا تخاف سنصل إلى الصين وفعلا الحمد لله وصلنا إلى الصين يعني الصراحة شعور يعني تجربة غير يعني غير مسبوقة يعني احتدك التعب وحتى يعني المجهود اللي بديته يعني كل شي يعني يهون في سبيل ذلك الإنجاز يعني ما خسرته من مال يعني صراحة هذا شي ضائل مقارنة مع هذا طبيعة الحال يعني أنا بقيت يعني في حد الحالة نفسية بعد الرجوع يعني الجسم ديالي كان رجع للمغرب وإنما العقال ما زال كان بقي وحاليا يعني مناظر لا تخطل على بالمناسبة يعني دوسنا في الصحاري كازاخستان كانت الحرارة تصل إلى 48 درجة يعني كازاخستان نحن في المنطوق الشفاوي ديالنا يعني يعني من ليك تبغي تتحدى شي واحد كتقوله مشي الكازاخستان يعني هذا في المنطوق الشفاوي ديالنا يعني أنا ما كنت كانت توقع أن نعمل هذه الرحلة يعني وننجح فيها ونحققها ونتحمل زعمت يعني جميع الأعباء والحمد لله كيف قلت رضا الوالدين يعني يب درجة الأولى واستطعنا أن ننص يعني هذو تلك المسؤولين الذين وعدوني بالدام في مدينة طانجة ومن بعد قالوا السيد حماق أنه ما أصرفت فلوسي يعني كانت غير واحد اعتراف معنوي هذا ما كنت أطلبه يعني تصور يعني تصور أن أنا يعني علين الريض البغري مشينا هد 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 يعني استقبلنا مثلا في برج الحاجوي فقط الأصدقاء الأصدقاء هم الذين يعني صراح من نوحة استقبال رائع رائع ومع الغياب التام لأي جهة مسؤولة يعني خصا الجهة الطنجة أنا لا كان أتكلم يعني أنتنا الطنجة بالأقل غير كبر الطنجة ديالك ولو أنني هد المفهوم طنجة مفهوم ضيق يعني انتمائي للمغرب أكثر منه انتمائي لطنجة أو آه دبا أنا كهل يعني رسالة للشباب ويعني أن الشباب يعني يحاولوا يخلقوا الراتهم بعض مرتبات تحديات واتقوا في القدرات ديالهم يعني كاينين كفاءات في المغرب يعني لو أخذ بيدها صراحة ستساهم بطريقة متلة في النهوض اجتماعيا اقتصاديا يعني بمغرب العزيز على فكرة أنا راه كنت يعني كانوا يعني بعد دراسة ديالي في فرنسا كانت عندي الإقامة وعندي كل شي يعني ورجعت حالي يعني فضلت أنني نبدأ من الصفر يعني بديت يعني أنا بديت من الحاضد بديت كان أخدم أي حاجة ولو في الأول لم أخدمت بالديبلوم ديالي يعني إنما الإنسان يعمل شي حاجة البلاد ويعمل شي حاجة هنا وخصا أنه مثلا النبتة تعيش في الموحيط دياله يعني المغربي يعيش وسط المغري بين أهل ومن إخوانه ومن وليديه بين أصدقاء دياله فعلا يعني الربح المادي عنده حد دور في الحياة وإنما هناك حاجات أخرى يجيبو يعني أن نعطي لها اهتمام أكثر وهو وهي المحيط يعني العائلة المجتمع الأصدقاء تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد